موسيقى احياء اليوم العالمي للنساء الرائدات اذا وباعتبارك ضيف شرف على هذه الفعالية وعلى هذه التظاهرة كان يساعدني باش نكون بين ظهرانين الإخوان والأصدقاء والزملاء وهذه فرصة باش نحاود نجدد جسر التواصل بيني وبينهم ان شاء الله التاريخ اللي غيكون في يعني المهرجان دي الفيلم العالمي قصير بأزرو إفران اذا هذي مناسبة باش نصلت الدور الدور على اعطاء الاطلالة على مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بأزرو إفران اذا هذي هذي الدورة 24 من المهرجان من عمر المهرجان هذي الدورة اللي غادي تهضر على التعددية والاختلاف في السينما اذا هذي الدورة حاول المنطعم المشرفون على التنظيم على أساس أنها غادي تكون من 10 إلى 13 غشت في هذا السنة الجارية إن شاء الله بمدينتي إفأزرو وإفران وضيف شارف هذا المهرجان شكو اللي غيكون إن شاء الله ما بغيش نفصح على ضيوف الشارف غادي نخليها مفاجأة لأنه غادي جي مرسلات وغادي جي كتابات وغادي جي لقاءات إذن المهرجان كي عرفت كريمات الفقرة ديالو كي عرفت سليط الأضواء على دولة من الدول الشقيقة سواء كانت إفريقية أو عربية أو غربية إذن غادي يكون أضواء حول على دولة من دول هذه السنة من دول الأوروبية والإفريقية وغادي يكون مجموعة من الأفلام اللي غادي يتبارها حول مسابقتين مسابقة الأرز الدهبي الخاصة بالأفلام القصيرة العالمية واللي غادي يكون في الشق ديالها الشق الوتائقي هذه السنة والشق الدرامي مع الفيكسيو إذن وكذلك مسابقة خاصة بكتابة السيناريو سيكونوا ورشات ضمن المعارضة بانسير كيكونوا محترفات للتكوين منهم دائما بما أننا خضينا إفرانق كقرية لكتابة السيناريو ستكون واحد الورشة في كتابة السيناريو وهذا العمر ديلها السنة الثالثة من مورها بالموازات كتكون ورشة حول التصوير تقنيات التصوير وتقنيات التوضيب وتقنيات المونتاج إذن هذو ورشات اللي كيشرفو عليهم واحد المجموعة من الأطور كفاء وغادي نضيفو كذلك المؤتيرات وورشة خاصة بالماكياش والسيد قربنا من يعني 24 سنة يعني عمر هذ المهرجين هذا كيف جاءت الفكرة لأول مرة إذن الفكرة الأولى كانت مع جمعيات نادي الشاشة للطفولة والشباب هذة الجمعية اللي كنت كان شرف عليها كرئيس وكان الهدف دينا وهو أولا التعريف وتحبيب السينما داخل أوساط الطفولة والشباب والساكنة بمدينتي مدينة أزرو وكانت لانتلاقة من مدينة أزرو وحاولنا نشتغلوا على الفيلم المغربي لأنه كان في ديك اللحظة في الفتران تاعة الثمانينات كان غياب وقاطعا تا الفيلم المغربي إذن درنا واحد لإطلالة على الأفلام المغربية وستدعينا لها جمال بن مجدوب وسعد الشريبي ومونة فتو وفريدة بورقية إذن وكانت تكريم الأول منتاع المرحوم محمد دمزيان انتلاقا من هذ الدورة هذي جات الفكرة انت على الفيلم القاصر وكان هذي الفيلم القاصر كيعرف داخل المغربي واحد القاطع لا سواء داخل القاعة السينمائية بالمغربي أو داخل المهرجانات وحنا رفضنا الشعار ديالو كانت عبارة عن نكتة كيقولوا ويلي غدي يدير مهرجان بالفيلم القاصر للمدة ديالو ما كانت جاوس 20 دقيقة وغدي يديروا مهرجان كيفاش غدي يديروا حنا الفكرة كيفاش جات على اساس انكم ما كانت اشتغلوا على الفيلم الطاويل ولكن كانت اه اتعاب كان خلصوا باش نجيبوا الفيلم لسيني فيل باش يتفرجوا ولكن لكي يشوفوا الفيلم ما كي يكملوش وهذا هو المشكلة لعلى طول المدة الزمنية احد الحياء باننا اننا كان نهتمو غير بالعالم العربي وما كان نهتموش بالفيلم الامازيغي وكان ما كانتش الرؤية واضحة عند بعض المتتبعين سواء في صحفات او من النقات او من كده ونالو موضي احنا كان نشتغلوا على العالم العربي ناشي الفيلم العربي العالم العربي وهنا عود قلس للمكتب وطريت وقلنا باش نخرجوا من هذه التفاهات نحن نحاولو نديرو مهرجان العالم مهرجان الارز العالمي للفيلم القاصي وهنا تولدات الاسم الاسم الحقيقي المهرجان باعتبر ان الارز هو الوحيد في المنطقة في المغريب اللي معروفة به المنطقة اللي معروفة به المنطقة عندما يحتاجنا الارز عالمي ما قلنا اش دولي قلنا اعلا اعتبره انه يخدم كوني ويخدام على الاسم والخصوصيات لفيلم القاصر والشغ備 على الفيلم القاصر بواحد المجموعة من المحاور الى أوقات البيان توصلنا الآن للتعددية والاختلاف الفيلم القاصر إذن بعدما قلنا المهرجانات على الصعيد الوطني بدأت منطانجا، خريبقا، تيطوان ولو كلهم كيهتموا بالفيلم القاصر داخل المهرجانات إذن طورنا العمل دينا وقلنا الآن الفيلم القاصر فيه تعددية فين كتجي لهذه التعددية؟ في الصينف وهنا حطينا نوع التنوع في الفيلم القاصر نوع التنوع في الفيلم القاصر باعتبار أن الفيلم القاصر متنوع من الفيلم الوطنيقي سجيلي، الدراما، الفيكسيون إذن طورنا الآليات وقلنا بأنه مبقاش فيلم قاصر بلف ظهور أنت أمار كتفيلم اللي مازال ما كاي العرفوش من مشاهد المغربي وما زالنا كاينش وطرحتو بإلحاح وما زالنا القاش أدان صغية على أساس أن المنتوج المحل اللي دينا نحنا ما كنحاولوش نسوقوه خارج الوطن كيبقى حصير الرفوف وحصير المؤسسات الإنتاجية داخل المغرب وليا أستاذي واش كينشي جيات يعني مودع عمل هذا المهرجان ولكتقو عراقيل واش غادي نقول لك العمل الشاق رافي عراقي كيكون دعم ولكن داك الدعم ما كيمشيش وفق طموح اللي كنبغيو حنا رمشي سهل يعني المهرجان 24 سنة 24 سنة وحنا كنقوله دائما حنا بحال شكل أنك غادي تهيئ واحد لمناسبة هذيك المناسبة كتعيط لها الضياف دونك دوك الضياف خصت تكون نتاف المستوى باش تستقبلهم إذن كيخص يكون تكون أمسية راقية وخصت تكون فيها واحد العكل راقي واحد النوم راقي لأنه غادي تعيط للضياف إذن احنا الهدف دينا ناشي أننا كنطلقوا يدينا على أساس كنسعاو باش نديرو المهرجان احنا كنقولوا بأننا ندرنا واحد العمل وبدك يكبر شوية بشوية بالمجهودات نتعنا ونتع الغيرين على هاد الفن ولكن كل ما كندعم كبير إلا وكان كانت نوعية في الختيار مو متازة أنا ما كراتش نجيب طوم كروز اشتركوا في القناة